الى صحيفة الاندبندنت الجيش الاوكراني يشدد الخناق على خرسون وهروب جماعي عبر نهر دينيبرو شدد الجيش الاوكراني الخناق على القوات الروسية التي تحتل مدينة خرسون الجنوبية اليوم الخميس مع اصدار الحكومة اوامر بفرض قيود على استخدام الكهرباء في جميع انحاء البلاد بسبب الهجمات الروسية بالصواريخ والطائرات المسيرة على محطات الطاقة في خرسون العاصمة الاقليمية الوحيدة التي استولت عليها القوات الروسية منذ غزوها قبل ثمانية اشهر بدأت الادارة التي عينتها موسكو اخلاء المدينة التي تسيطر عليها وعلى الطرق البري الوحيد المؤدل شبه جزيرة القرم والتي استولت عليها روسيا في عام 2014 وكذلك مصد نهر دينيبرو وكتب كيريل ستريمو سوف نائب رئيس الادارة المدعومة من روسيا في خرسون امس على تيليجرام ان اوكرانيا شنت هجوما على خرسون وفي حين ظلت اوكرانيا متكتمة بشأن تفاصيل عمليتها قال جيشها في تحديث بشأن منطقة خرسون في وقت مبكر من يوم الخميس ان 43 جنديا روسيا قتلوا ودمرت ست دبابات ومعدات اخرى ولم تتمكن رويترز من التحقق من صحة تقارير ساحة المعركة وبثت تلفزيون الرسمي الروسي لقطات لاشخاص يفرون بالقوارب عبر نهر دينيبرو وقال ان النزوح الجماعي محاولة لاجلاء المدنيين قبل ان تتحول المنطقة لساحة حرب وقتال وقال فلادمير سالدو حاكم خرسون الذي عينته روسيا انه سيتم نقل ما بين 50 الى 60 الف شخص في الايام الستة المقبلة مع التأكيد ان روسيا لديها الموارد اللازمة للسيطرة على المدينة وحتى شن هجوم مضاد اذا لزم الامر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة